أهلا بكم في محورنا الثاني حديثه حول أرض ميدان قطاع غزة إلى وصلت الأمور ضيفي أرخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زين مساء خير نضال بي سهلا خير أسفر محمد مباشر الخرائط اليوم اسمحني نضال بيك وأنا تأخرت عليك نفسي مباشر الخرائط الوضع على ميدان أبو زين نضال بيك نعم بداية نسعد الله مساكنة ومتنوحك الكرام نضب الخرطة مباشرة حتى تتضح الصورة العملياتية لما تقوم به المقاومة وما يقوم به قوات الاحتلال إذا ما شاهدنا على الخرطة في اللون الأحمر ظاهر الطريق التي تحدثنا عنها ميرانا ومتكرانا وقلنا طريق نتسريم هذا الطريق الذي أنشأه قوة الاحتلال بوحدات الهندسة القتالية ويعرف هذا الطريق بطريق 974 ويمتد من غلاف قطاع غزة كما هو الظاهر على الخرطة مباشرة وحتى شاطئ غزة هذا الطريق هي منطقة العمليات الرئيسية الآن في قطاع غزة هذه المنطقة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال تتواجد فيها قوات الاحتلال ولا تسيطر عليها وتتمدد فيها هذا الطريق هذا الطريق الملفت فيه أن هذا الطريق يصل إلى الشاطئ وهذا الطريق يرفض الميناء الذي تحدث عنه الجانب الأمريكي أو مشروع الميناء الذي تحدث عنه الجانب الأمريكي ويظهر أيضا على الخرطة في منطقة تعرف بمنطقة زبيدي ثلاثة إلى أربعة كيلومتر تقريبا جنوب ميناء غزة الحالي بمعنى ما الذي يريد الاحتلال من التحرك على هذا الطريق ما الذي يريد الاحتلال من العملية الرئيسية الموجودة الآن فقط في وسط قطاع غزة هذا الطريق ينتشر عليه لواء نحال وقلنا يوم أمس أن الخمس فرق التي كانت موجودة في قطاع غزة والثلاثين إلى أربعين ألف جندي وضابط في قطاع غزة بقي منهم لواء واحد وهو لواء نحال في طريق نتسريم وفرق مدرعة 162 والتي تقاتل منذ 192 يوم بمعنى أن الاحتلال يعمل على هذا الطريق لسببين هو يريد إنشاء عملية عسكرية غرب شارع صلاح الدين في منطقة الزهراء ومنطقة المغرافة والتي تحدثنا عن الزهراء كثيرا الزهراء بالمناسبة قبل 2005 كانت تعرف بنتسريم لذلك سمي هذا الطريق بطريق نتسريم وكانت مستعمرة إسرائيلية تتبع لمستعمرات قوش قطيف في قطاع غزة ثم بعد انسحاب الاحتلال سميت بمنطقة الزهراء لذلك يريد الاحتلال أن يتواجد في هذا الطريق لعدة أسباب رئيسية السبب الأول يريد أن يتحكم بشكل العملية العسكرية شمالا ينطلق باتجاه غزة المدينة باتجاه حي الزيتون أحد جيوب المقاومة جنوبا يريد أن ينطلق باتجاه مخيم انصيرات وهو أيضا أحد جيوب المقاومة المزعجة للاحتلال وبالتالي يريد أن يضمن لقوات الموبيلتي أو قابلية الحركة الجيدة في قطاع غزة شمالا وجنوبا الأمر الآخر الأهم يريد أن يمسك بورقة تفاوضية مهمة جدا وهي طريق نتسريم لأن طريق نتسريم يقسم شمال غزة عن جنوب غزة وبالتالي يستطيع الاحتلال التحكم بحركة النازحين من جنوب غزة إلى شمال غزة ويمنع هذه الحركة ويستخدم وجود قواته على طريق نتسريم ورقة تفاوضية إذا ما تم إعادة المسار التفاوضي من جديد اليوم هناك تصريحات عديدة وملفتة للجانب السياسي الإسرائيلي ووزير الثقافي الإسرائيلي اليوم وهو اللي كودي بالمناسبة صرح وقال أننا انسحبنا أو تم تأجيل عملية رفح بسبب الخسار لقوات الاحتلال هناك حركة للنازحين على طريق رشيد رصدت اليوم واستحوذت تقريبا على وكالات الأنباء باتجاه مناطق شمال قطاع غزة الحالة المدنية في خان يونس هي حروب الاستنزاف وبالتالي الآن المقاومة جر الاحتلال إلى عمليات استنزاف كبيرة على غرار ما حدث في الزنة إذن لا عمليات عسكرية الآن على أرض ميدان القطاع غزة حقيقية هناك حالة كمون في المقاومة وهذه الحالة من الكمون للمقاومة أنت تقرأها بأنها تحضير لعملية خلال الفترة المقبلة تجاه قوات الاحتلال المتواجدة على هذا الخط صحي مئة بالمئة نعم هل هناك شيء آخر هذا جل ما يحدث؟ هذا أبرز سنتابع مع آخر الأيام القادمة وإن كان باختصار شديد إذا كان هناك أي مسجدات عسكرية ندرم بك وزيد أشكرك كل شكرا كل شكرا شكرا زي لك حبيب سلام